مشاكل عجيبة تطرق على الآيفونات وأيضاً مدى التشابه ما بين الآيفون الجديد والآيفون الذي قبل كم سنة وبالتأكيد سنتحدث عن حركة من هواوي لا أحد توقعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول أبدأها أول شيء وأتحدث عن الآيفونات والذي حدث بكم يوم الماضيات أشياء مرة غريبة أول شيء نتحدث عن النص الذي يأتي كرسالة ونتيجة هذا النص سواء كان برسالة على أحد المحادثات أو كانت من خلال بث مباشر أو على الجوال بشكل مباشر سيكون الجوال لتجمد نعم بالكامل سيوقف الجوال وأحد الأشياء الأساسية التي يجب أن تفعلها لكي تستخدم جهازك من جديد لكي تفعل إعادة تشغيل نتحدث عن رمز للأسف يريد تحديث الآيفون لكي يذهب إلى هذه المشكلة آخر مرة أصبح شيء مثل هذا كان عام 2018 وكانت تحديث من أبل وقتها وصلت الآن ننتظر التحديث وتقريباً نتحدث عن تحديث 13.4.5 وهناك فاصلة 5.1 لماذا لو فاصلة 1 الثاني؟ نحن نأتيكم بالخبر ولكن نتحدث عن الكود ينصح بأنك تفعل أكثر من حركة منها إعادة تشغيل الجهاز أو جمد أو أنك تفعل إبطاها لتفعيل الإشعارات صعبة ولكن هذه أحد الحلول الصحيحة القوية بعض الناس يقولون أن هناك كلمة التي تضعها في الحجب من الرسائل وأيضاً بعض الخيارات الأخرى ولكن الشيء الأكيد حسب المصادر لأنك تفعل إيقاف لنفس الإشعارات وترتاح من هذه المسألة الآن أجل التحديث الثاني الذي يأتي معه حل لأحد المشاكل الذي أعلنت قبل مسألة هذه الرسالة النصية بالتأكيد عن مشكلة البريد الموجودة على نفس جوالات الآيفون وتطبيق البريد بالتحديث هو المشكلة هذه الثغرة موجودة وجدت مع التحديثات الأخيرة نسخة آيواز 13 لأن المشكلة الموجودة بإمكانية اختراق الجهاز بأحد الطرق التي سيمكنها من خلال ضغط على روابط أو أشياء مشبوهة أخرى لو تكلمت عن النتيجة الأساسية أن هذا الجهاز سيخترق بغض النظر عن الطريقة الشيء الذي أستطيع أن أصح فيه هو التحديث سيأتي والذي هو 13.4.1 هذا الذي يمكن أن يأتي معه الإصلاح لهذه المشكلة ما ستفعله؟ استخدم تطبيقات أخرى مثل تطبيق الجيميل أو تطبيقات الهوتميل لنفس بريدك للأسف هذا الشيء الذي يجب أن يحدث الآن بعض الناس أيضاً وضحوا أن لديهم مخاوف من كمية البطاقات الاعتمانية أو البطاقات التي أضعها على خدمات الدفع الموجودة في الجهاز هنا نستطيع أن نوضح أن هناك وحدة تشفير محلية موجودة على كل آيفون فبالتالي المعلومات في العادة تكون مشفرة هذه طبيعة عمل هذه التقنية فبالتالي لا يوجد خوف من تسريب البطاقات عن طريق وجودها على الجهاز في المحفظة الخاصة لك في جوالك فهنا أستطيع أن أطمئ لكم أبداً لا يوجد خوف من هذا الأمر ولكن وجود هذه الثغرة بالفعل تسبب أرق لبعض الناس نتحدث عن أكثر من مليار جهاز يمكن إختراقه بسبب هذه الثغرة الموجودة ولكن أستطيع أن أضع أيضاً إذا لديك شيء مهم وشيء خارق يمكن أن تخاف ولكن إذا لم تكن لديك ذلك الشيء المهم فإنك من حقك يكون جوالك في أمان ولكن أيضاً أخفف من وتيرة التوتر وعرف أن التحديثات تأتي وتضبط الأصلاحات معها بإذن الله وملاحظين الفترة الأخيرة بالذات تحديث لايو 11 جاء مع كثير من المشاكل تعيدوني الرأيي أن هذا ليس أكثر تحديث أو نسخة موفقة من أبل أو تتوقعوا أنه لا دائماً الأمر مثل هذا شاركوا في التصويت سألتكم في الحلقة الماضية عن كاميرا الألترا ونفس التقييم التي حصلت علي من ديكسو مارك 48% منكم قال أشوفها خارقة 24% قال أطلعتها دية و 27% قالوا بصراحة أقل من المتوقع هنا نقدر أن نقول أن بعض الأجهزة تأتي وتأتي معها كفاءات جداً عالية ولكن عندما لا يطلق الجهاز مع التحديث الأساسي الذي يمكن كل الخصائص ويمكن كل القوة لنفس الهاردوير الكامل هنا نعرف أن هناك خلل موجود في إطلاق هذا الجهاز وأتمنى أن الشركات تتجنب هذا الأمر يعني ليس جيداً فرح الجهاز أكثر من 3000 ريال أو 700 دولار تدافع على هذا الجهاز تفتح من الصندوق ويأخذها كل شيء وتجد أنه في نتيجة الأمر الجهاز ليس باك الشيء الخارق لأنه سوفتوير الذي ناقصه ليس هاردوير، سوفتوير وأكمل وأقول أن شركة أبل طلعت لنا الـ SE وهو نسخة مطابقة لنفس جوال الآيفون 8 لماذا تتكلم نسخة مطابقة؟ أتكلم عن الأبعاد والأبعاد والتحديد من ناحية الجسم والكفاءة أو كل شيء هل القطع الداخلية يمكن استبدالها؟ الآن أول شيء، الأكسسوارات الجهازين يمكنكم استبدالها مع بعض فهذا شيء واضح وصريح وتم التأكد منه مع نفس المصدر الأساسي حين تكلمنا عن القطع الداخلية ومن نفس iFixit وبعض المواقع تمكنوا من تحليل القطع الداخلية للجهاز لقد وجدوا أن هناك تطابق جداً كبير من ناحية القطع ولكن بعضها لا يمكن تبداله مع الثاني يعني لا يوجد قطع مشتركة كثير لأن البطارية نفس الحجم وكل شيء ولكن الموجل الأساسي، وهو شريحة التحكم الأساسية في البطارية، لا يوجد متشابهة وهنا أؤكد لكم أن الآيفون SE في قدرة الشحن نتكلم على 18 واط ولكن الشحن الذي يأتي في العلبة هذا الخمسة واط فهنا نستطيع أن نجد شحن خارجي لإستفادة من قدرة الشحن الأساسية أشياء كثيرة تأتي من خصائص قوية ثلاث سنوات كفيلة بأن يكون هناك تغير بأداء القطع ويمكن متغير بأحجامها وأشكالها ميت باد برو هو الشيء الأساسي وأيضاً الذي يوجد لها في المنطقة سترى الفيديو وهناك نسخة مخففة متوقعة أنها تصدر عالمياً أو صينياً وعالمياً لاحقاً هذه النسخة ستكون بسعر ألف ريال فلما نتحدث عن النسخة المخففة ستكون مهيئة للتعليم بشكل أكبر وحاجة ثانية مع هواوي أنهم تمكنوا من إيجاد حلول لمشكلة التطبيقات وأوجدوا بدائل لكثير من التطبيقات ونلاحظ أن هواوي أب غالري يزيد كل أسبوع في هذه التطبيقات أحد التطبيقات الأساسية من جوجل التي لا تستطيع أن يبدلها بشكل قوي هو تطبيق الخرايط والشيء الذي فعلته هواوي هو أنه مع هيروي جو تطلعوا نفس تطبيق الخرايط على الملجر هل تذكروا هير هير هير؟ هل تذكر هير هير؟ هل تذكروا هير؟ الخرايط والإمكانيات التي كانت موجودة مع نظام سيمبيون ونظام نوكيا التي كانت تضعه نعرف أنه كان شيء جداً خارق ومنكم أن تذكر هذه الأنظمة أكيد فاتوا كثيراً يظل نعرف أن جوجل شيء أساسي لديهم تطبيق الخرايط وأتمنى أن يكون هناك منافسة جيدة فيه كورسيرا هي منصة مخصصة للدورات التدريبية والتعليمية الشيء الذي حدث هو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية كثير من الناس خسروا وظائفهم أكثر من 20 مليون إنساننا حول الولايات المتحدة الأمريكية خسروا وظائفهم وأيضاً حول العالم صار نفس الشيء كورسيرا قادروا مبادرة مننا أنه يتيحوا حوالي 3000 دورة تدريبية لتمكين التدريب فأنت لا لديك وظائفة ولكن يجب أن تتدرب وتعرف أمورك والمهارات الموجودة عندك تثريها وتزيدها هل تروا هذا الأمر حسن وهو بديل جيد لقتل الوقت أثناء خسارة الوظيفة؟ إن شاء الله كلنا لدينا وظائف جداً كويسة ولكن مجرد سؤال شاركوا فيه وفي الاستفتاء نوع من أنواع التطبيقات انتشر بشكل جداً كبير فصاروا كل الناس يهتموا لديهم تطبيقات محادثات فيديو نعم، هذه التطبيقات انتشرت وبدأت منافسة جداً كبيرة أول شيء، نتحدث عن تليجرام وسيدخلوا هذا المجال وسيبدأوا في تمكين ابتصالات الفيديو مع المجموعات وتستطيعوا تفعل مكالمة فيديو مع أكثر من شخص وتفعلكم جروب رائع هذا الأمر جاء مع أحد التحديثات قريباً وهذا أمر جداً ممتاز من تليجرام لديهم أكثر من أربعمائة مليون مستخدم شهري لدينا واحدة من أكبر الجروبات التقنية الموجودة على تليجرام سأعطيكم رابطها في الوصف أيضاً نتحدث عن فيسبوك، سيطلعوا ميزة اسمها رومز غرف رومز ستمكن الناس من المشاركة وعمل غرفة فيها أكثر من شخص يتحدثون بالفيديو التحديث القادم مع رومز سيمكن إلى خمسين شخص أنهم يقعدوا بنفس الغرفة ويقعدوا يسولفون ما هو الإسعاج هذا الذي سيحدث؟ خمسين واحد بغرفة ومحادثات فيديو ما هو الاتصال الذي سيطلق الأمور هذه كلها؟ أيضاً نتحدث عن هذا التحديث موجود حالياً في رومز المفروضة تكون موجودة عندكم في تطبيق الميزة فيسبوك لو لم تظهر لكم ميزة رومز حدثوا التطبيق وسيطلع لكم واتساب أيضاً قريباً جداً سيتمكّن مكالمات الفيديو للمجموعات وهذا الأمر الذي سيتيح أيضاً قابلية الاتصال على الدول التي فيها نفس الواتساب حين إذا انتم في دولة لا يوجد أحد هذه التطبيقات للفيديو ترى البدائل الكثيرة والبدائل الموجودة أحد التطبيقات التي جداً مستنس عليها في الاستخدام أتكلم بالتأكيد على دو نعم، تطبيق بوغل دو بصراحة مكالمات الفيديو جداً رائعة وعليه ولكن يستنس على التدربة حالياً والذي يستخدم زوم يعرفون أن كل مالهم في المسألة الاختراقات يحدثون أشياء الله يعيننا ولكن إذا لم يكن لديك شيء تخفيف في الاجتماع عادي سأخذ تطبيقات زوم وإجتماعتك عليها ورأيها عبرك هذا موضوع سهل تذكر السلف اللي قلت لكم عن أبل وغوجل عندما يتحدوا على أساس أنهم يعملوا التطبيق من خلال هذا التطبيق وعن طريق البلوتوث وتواجد الأشخاص وجعل خريطة منسوجة لتواجد الأشخاص وين كانوا موجودين ومع مين جلسوا والتقنية تسخر لتتبع نفس الجائحة التي تحدثت مع الأفراد الذين يصابون فيها هناك مواجهة جداً شريسة على شركتين هؤلاء من ناحية الخصوصية وغيبة هذه المواجهة بالنسبة لأننا نتحدث عن حل مؤقت وليس تطبيق دائم فحل مؤقت من الشركتين للصحة والمواجهة على أساس أن خصوصيات نوحنا وين نذهب نوح نجينا ولا نحن أحد يعرف حسناً على أساس أن نفتك من الجائحة وبعد ذلك التطبيق يروح هناك ناس بالنسبة لهم لا 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 أهم من الصحة والخصوصية بالنسبة لي أهم فما أهم من المعلوماتي هذه أهم من صحتي وكل شيء لا أعلم لدي أحساسها غريبة قليلاً ما رأيكم؟ خبر الأخير أذهب للعلوم نوعاً ما لا يوجد تفاول كبير هذا الخبر لأننا نتحدث عن نفس الباحثين الذين موجودون في القطم فهم موجودون في أنتارتكا وجدوا شوائب أجسام مايكرو بلاستيكية أجسام جداً صغيرة من البلاستيك في العادة هذه الأجسام عندما توجد في قطع الثلوج بعدما يذوبوها ويجدوها بالماركروسكوب يعرفوا أنه صار في تلوث وصل لهذه المنطقة كيف يصل للثلج؟ الثلج بطبيعته كل سنة يذوب ويرجع يطلع ويرجع ويبنى مرة أخرى فبالتالي الأميات تكون متغيرة قطعة الثلج التي تقوموا بها التجارب من عام 2009 فهذا يجعلكم تفكرون أنه من عام 2009 والشوائب وتلوث البيئة موجودة هل تتوقعوا أن الشيء الذي يحدث آخر كم شهر حسن من البيئة عالمياً وأيضاً سيحسن في البيئة مستقبلاً ويمكن أن يأتي قرار يتخذ من كثير من دول العالم يقولوا لا يوجد جائحة جديدة ولكن كوكب الأرض سيكون هناك مصيبة لو لم يوقفنا حركة وتتخذ الدول القرار بأن كل شخص يقوموا في بيته لمدة شهر لكي يتعافى مرة أخرى كما حدث في الجائهة 2020 سؤال مرة غريب شاركوا في التصويت نفسه وفي نهاية الحلقة بكل حلقة سبحانك الله ومحمدك أشهد الله إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أراكم على خير بإذن الله اشتركوا في القناة